الثالث ازاي قصة انك من امبي الاهل يكلمك والزمالك يكلمك فاكر؟ اه طبعا فاكر انا كتكسة صعبة بصراحة ضغوط لا غير الضغوطات كتفترة في فترة الانتقالات ديت كتتصعبة بالنسبالي كنت موجود في ساعتها في احد المنازل كده اه انا عارف في احد المنازل اول عادي يعني احد الفيلة لبلاش المنازل احد الفيلة لعد الكابتن عليها عبدالصادر كان متحفز عليك اه اه فاعدنا واتفعنا على كل حاجة وانا كتراجبتي طبعا للنادي الاهلي لا احكيلي لا احكيلي بقى التفصيل اللي في البداية انا عارف ان انت كان عندك عرضه من اوروبا اه اه صح كده؟ اه وكان عندك النادي الاهلي وبعدين النادي زمالك دخل على الخط احكيلي بقى ايه اللي حصله من امتى بدأ الحوار ما بين الاهلي وما بينك انا كان جايلي مارسليا وكان جايلي فريق في النمسا اسمه تقريبا ايه وكان جايلي اه الناس تتفرج عليها من دورتموند من بروسيا دورتموند اه اه كان في الناس جاي تتفرج عليك فعلا في الوقت دوت انا ماكنتش يعني يعني انا ماكنش عندي الاراضة اللي انا اخرج انش عايز تخرج تحتها انا عارف ان انت ادماغك مش في الاحتراف لأ انا ادماغي في الاحتراف بس انا محتاج اللي انا اجرب في النادي الاهلي لان النادي الاه спасها برضو هو محتراف طبعا بالنسبة لأي لاعب اه كتماحات الد encryption لانا لعڤ في نادي الاهلي لي AK l كنت بتفرج يجيب كرامة الاهل واتفرج على العيبة دايما وتفرج على كابتن محمد عبو تريكا وكابتن عماد diesesب وكابتن بورقاط كابتن الكبر طبعا دول أكتر الناس كنت بتحبهوه بطيرنا إذا استفرج عليها نعم والله كنت أع 경우 ده أتفرج عليهم وكyy نفس أقول له ده هو ألعب في النادي دو أي نادي الأهلي ياه والله العظيم فقد جاءت خلم اه كان حلم لي كبير لأن العب في نادي الأهلي وكان نفس اللي أنا أحترفه وإن شاء الله لسه أنا أحترف بإذن الله لفترة اللي جاية فترة اللي جاية إن شاء الله فترة تبقى كويسة بإذن الله إن شاء الله بإذن الله بعدين حصل بقى الاتصال من الكابتن على عبدالصادق أصلاح إحنا عايزينك في الأقل الحلم قرب أهو أه أه الحلم قرب فده طبعا هل أول مكالمة كده كان وقعها عليك إزاي وهل الكابتن خطيب كلمك ولا لا الكابتن خطيب لا ما كلمنيش الكابتن كابتن سيد والكابتن القوار اللي كلموني طبعا ده أتموح أي لاعب فأنا ما ترددتش ثانية واحدة اللي أنا أقول لأ أنا أحترف وقول لأ أنا قلت على طول على بركة الله نروح إلى أهلي قلت خلاص أنا فكري حتى الوكيل بتاع أحمد يحيا قعد معايا قال لأ أنا بص في جايلك هنا مبلغ وهنا مبلغ هنا عالي وهنا إيه متواصل اللي هو كان الأهلي متواصل أحمد يحيا شاطر من المكلاء الشاطرين طبعا طبعا فأنا قلت له بص يا أحمد ده أنا رغبطه الأولى والأخيرة أحسنه يعني نادي زمالك طبعا نادي كبير وهي حد يتمنى اللي هو يلعب فيه طبعا فأنا رغبطه الأولى والأخيرة كانت هي نادي الأهلي كانت واضحة بالنسبة لي مفيش حتى يومها يعني في شركة لما كنت رحت وخلاص همض رحت شركة اللي هي في مدينة ناصر فخدوني بقى اللي أنا همضي خلاص مين اللي قاعدوا معاك كابتن من الزمالك كابتن إسماعيل يوسف كابتن إسماعيل يوسف وكابتن أمير مرتضة وكابتن على عبد الصادق فأنا دخلت يعني ما شاء الله اللي اتنين قاعدين في أمبي كوارس كده بتحصل في كوارس ضرب نار عملتها عشانه رب بعد ما خلصت وقلت رغبة النادي الأهلي نزلت من جراش بتاع العربيات تحت احلف بالله من جراش العربيات يعني انت دخلت لقيت بتاع الأهلي قاعدين نا الكابتن كان برا كابتن على عبد الصادق كان برا دخل لأني قاعد ما عابتوك الزمالك ينهر أبيض طبعا تشك فيك قلنا انت بتعمل ايه طبعا قاعد عادم مش هي حاجة الزمالك طبعا أغراني بفلوس جابوا فلوس معهم جابوا كم بقى يعني حوالي ثلاثة مليون واربعة مليون والصبح عربية بأم والصبح عربية خلصان وانا طبعا كنت لسه في ام بأم عربية كية ولسه على الهادي آه على الهادي آه كنت لسه على الهادي طبعا التالة أربعة مليون دول تتخضهم في جيبك دول بسم الله الرحمن الرحيم لا وخلي بالك أنا كمان لو ايه لو قاعدت وقلت لأ أنا عايز تاني هتاخد تاني بس أنا قلت لأ نادي الأهل والعربية بكرة الصبح والدنيا آه طبعا طب والأهل كان عارض الحاجات دي؟ الأهل كان عارض فلوس كويسة بس مش زي الزمالك مش زي الزمالك؟ خب بالك عشان الناس بس يختلط عليها الأمر الفلوس بتاعة الجلبة بتاعة الاربعين مليون والاتنين واربعين مليون دول ما راحولكش انت دول راحلوا نادي أم بي عشان بس الناس ايه؟ عايز قولك الحاجة النس مفكرة للوقتي اللبس ده لا فيه لبس أغلى من كده لا خالص والله أنا اللبس اللبس ده عادي وأنا بن أدم عادي ويعني أنا حتى يعني في الوقت دوت أنا الفلوس اللي دفع فيها سبعة وتلاتين مليون أنا مليش علاقة خالص ماكش علاقة بيهم أصد مليش علاقة دول طلعوا من الأهل راحوا للإمبي على طول أنا مليش علاقة خالص في اللي أنا أخد الفلوس طب يدينوا هاته اتنين تلاتة عشان الناس تفكروا هاته أخدت أي حاجة طب اصحابوا لنا طب آه أي حاجة لا ما أخدتش أي حاجة والله ما أخدتش أي حاجة عشان بس الناس لما يكلموا يحسدوا يتكلموا يقولوا أخد يبقى أنت واخد سحب اتنين مليون ولا حاجة أنا دخلت عندي على الانستجرام فلاقيت حد عامل لي منشن في الصورة فبيقولوا الكابتل الخطيب بيكلمك أنت فينا صلاة وقعد في حوار زي حتة زي كده بعد لسه في الفلوس طول فلوس يا جماعة ما أخدتش حاجة والله كان عندنا يا ابن تابرين قال لك لا لسه بعد في الفلوس بعد في الفلوس لحد دلوقتي مش أنت اللي بتعد أمبي بقى اللي هو بيعاد أمبي اللي لسه بيعاد انت وره تليتهم دلوقتي لقل نسه بيعاد